موسيقى مشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج حضر موت في اسبوع والبداية دائما مع استعراض لعناوين تقارير هذه الحلقة موسيقى طلاب وطالبات الثانويات بحضر موت يخوضون غمار امتحانات الشهادة العامة موسيقى جهود مستمرة لصيانة وتأهيل المنشآت النفطية في حضر موت وإعادة الإنتاج موسيقى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يطلق مشروعا لمكافحة حم الضمج في المحافظات المتضررة موسيقى معهد حضر موت لتقنية المعلومات يدشن برنامج التدريب الصيفي للطلاب المتعثين في الجامعات السعودية موسيقى المعالم الحضارية المملكة حضر موت القديمة في ندوة علمية بالمكلة موسيقى موسيقى استعدادات لإقامة مهرجان البلدة بالشحر والحامي ولا تحركات حتى اللحظة في عاصمة حضر موت موسيقى موسيقى طلاب وطالبات الثانويات العامة بمختلف مديريات حضر موت خاضو مطلع هذا الأسبوع امتحانات نيل الشهادة العامة في أجواء مستقرة وآمنة نتابع طلاب وطالبات الثانوية العامة جلسوا على هذه المقاعد ليؤدوا امتحانات إنهاء المرحلة الثانوية في أجواء تميزت بالهدوء والاستقرار محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تفقد مركز الامتحانات منذ اليوم الأول وطاف بالقاعات الاختبارية بمركز الثانوية النموذجية للبنين بالمكلة ومجمع فوى التعليم للبنات اليوم كان بالنسبة لنا يوم جميل جدا تعرفنا على كثير من الأمور تخص التربية والتعليم زرنا مراكز امتحانات في مدارس للبنين ومدارس للبنات زرنا الادارة العامة للتربية والتعليم سررنا جدا بمستوى التحضير لهذه الامتحانات من قبل الادارة مستوى التنظيم الإنجاز في وقته الحضر موت في هذه السنة خدمت سبع محافظات إضافة إليها خدمت سبع محافظات في مسألة تنظيم أسئلة الامتحانات والتصحيح أيضا سوبة غنبة وهذا عمل كبير جدا وأنا أثني على الناس القائمين على هذا العمل ولمسنا جدية هذا العام جدية في التعامل جدية في التربية والتعليم فيما يخص الوقوف أثناء الامتحانات بسكل صارم ودقيق وتقليص سلاح كبير من الغش اللي كان يسود خلال السنوات الماضية كذلك قام وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بزيارة المراكز الامتحانية بثانوية الصبان للبنين وثانوية باكثير للبنات بسيئون فهذا اليوم جميل على مستوى كل الطلاب أن ندخل في هذه الامتحانات وهو كل استعداد نفسي وكذلك استعداده في مجال تقدمه لهذا الامتحان نشد على يديهم وشد على يدي مدرسينا ومدرساتنا يكون يوم مميز للطالب ويكون اهتمام من قبل المعلمين والمعلمات الاهتمام بهم ولا سيمهم يدخلون في مرحلة أخيرة من التعليم العام وهو الشارة الثانوية العام شكرا للطالب على اهتمامه وشكرا على المعلم والمعلم الذي أدى أوصل الطالب والطالبة في هذا اليوم أتمنى لهم التوفيق والنياح إن شاء الله ستة آلاف وسبعمائة طالب وطالبة في ساحل حضر موت منهم أربعة آلاف ومائة وواحد وستون للقسم العلمي وألفان وخمسمائة وتسعة وثلاثون للقسم الأدبي موزعين على أربعمائة وخمسة عشر قاعة اختبارية بإجمال عدد المراكز الاختبارية ثمانية وسبعون مركزا اختباريا تديرها ألف وخمسمائة وأربع وتسعون من اللجان العاملة من رؤساء مراكز والوكلاء والمراقبين ولجان الضبط والتحكم وأعضاء اللجنة الإشرافية الفرعية للاختبارات والملاحظين والحراسات الأمنية والمساعدين الصحيين وكذا أربعة آلاف وخمسمائة واثنى عشر طالبا وطالبة من القسمين العلمي والأدبي في وادي وصحراء حضر موت موسيقى وزارة النفط وشركة بيترو مسيلة تواصلان جهودهما من أجل إعادة الإنتاج وصيانة وتأهيل المنشآت النفطية التي تضررت جراء الحرب والأزمة التي شهدتها البلاد المزيد في سياق هذا التقرير جهات حكومية رفيعة أبرزها نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي قام بزيارة خلال هذا الأسبوع ضمن خطة الوزارة لزيارة المنشآت تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدرب منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بتجهيز المنشآت وإعادة الإنتاج والتصدير للنفط الخامة قمنا بهذه الزيارة ضمن خطط الوزارة في النزول الميداني لكافة المنشآت النفطية وتلمس كافة المشاكل على أرض الواقع ولو تحدثنا أيضا عن بيترو مسيرة وعن الدهود المبدولة في شركة بيترو مسيرة شركة بيترو مسيرة بعد تحرير ساحل حضرموت وتحرير ميناء الضبة بدل التعول كبيرة جدا بتصدير كمية النفط الخام المتوفرة في ميناء الضبة بتوجيهات فخامة الأخر رئيس ورئيس الوزراء والحكومة الشرعية مواقع التفريغ في القطاع واحد وخمسين لشركة كالفالي بحضرموت وأوم في بشبوة أصبحت جاهزة من كافة النواحي الفنية ومن المتوقع نقل النفط المنتج منها إلى شركة بيترو مسيرة لتصديرها عبر ميناء الضبة ولم تبقى فقط إلا الإجراءات الأملية الخاصة بنقل النفط من القطاعات إلى موقع التفريغ والعمل جار على التنسيق ما بين وزارة النفط والمعادن وقيادتي المنطقتين العسكريتين في حضرموت على ما قمنا بها من زيارة وعلى ضو زيارات سابقة وإذن المنشأة جاهزة وجاهزين لعملية النقل والشركة الآن في صدد أعداد ميزانية وعدد خطة عمل بإذن الله خلال الشهر القادم ستقر وخلال الأيام القادمة سنبدأ بعملية التنفيذ وخلال الأشهر القادمة سيكون هناك ترتيب العمليات الأمور الأمنية فقط هي التي كانت تنقص العملية التنسيق الأمني هي كانت أكبر المعوقات لكن بإذن الله بجهود الخيرين والحماية الأمنية المتوفرة ما بين المنطقة الأولى والمنطقة الثانية سيتم الترتيب لعملية النقل النفط الخام وستكون انطلاقة كبداية وبإذن الله أن الأمور ستنفرج وتكون على خير الجميع إن شاء الله قوات حماية الشركات بقيادة العميد أحمد المعاري كان لها الفضل في كل الإنجازات التي تحققت فقدرتها على فرض الأمر وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت النفطية بدأ واضحا رغم النقص الموجود حاليا في عدد الجنود والمعدات المطلوبة لتنفيذ مهامها في كافة القطاعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يطلق مشروعا كبيرا لمكافحة حم الضنك في المحافظات المتضررة نتابع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن انتشرت في ربوع البلاد العديد من الأمراض والحميات والأوبئة كحم الضنك وغيرها استجابة لهذه الحالة الوبائية أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مكافحة حم الضنك في المحافظات اليمنية المتضررة والذي بدأ من مايو ويستمر حتى أكتوبر من العام 2017 العامل الصحي عندما يبدأ ويفهم العلامات والأعراق ومتى يحول سيقلل من مخاطر المضاعفات التي توقع أن تحصل نتيجة لحم الضنك شكرا جزيلا للدائمين على هذا المشروع جزاهم الله خيرا كثيرا ينفذ المشروع عددا من الأنشطة كمكافحة النواقل والتدريب والتأهيل والترصد الوبائي وتقص الحشرات وإزالة البؤر إضافة إلى التثقيف الصحي التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجهات الرسمية في المحافظات المستهدفة كالسلطات المحلية ومكاتب الصحة العامة والمستشفيات ذلك ما قام به مركز الملك سلمان من أجل تنفيذ المشروع بشكل يظهر فيه تعاون كل الجهات ذات العلاقة ويضمن تحقيق هداف هذا المشروع الحيوي والمهم لصحة الناس وحياتهم حضرنا هذه الورشة وتداولنا أهمية واحتياجنا الفعلي لدليل تدريبي لهم الضناك لعلاج وترصد وتشخيص حالاتهم الضناك وفعلا تطرقنا إلى الزوايا المختلفة مع مخبرات ما شاء الله عليهم من مختلف المجالات الترصد والتشخيص علاج حالات المختلفة الحادة والشديدة وإن شاء الله نخرق فعلا بتوصياتنا إن شاء الله قوية وفعلا نخرق ونبدأ في عمل هذا الدليل اجتماعات تحضيرية تمت في كل المحافظات المستهدفة وعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المختلفة من أجل تعرفهم بالمشروع إلى جانب وشة عمل مناقشة المنهج التدريبي للمعالجة والترصد لحمضنك باللغة العربية ذلك ما بدأ المشروع في تنفيذه في قطواته الأولى الهدف هو اللقاء بالفرقة الثابتة التي ترصد الحالات في المديريات المستهدفة وكل فريق معروف أنه يتكون من ترصد وحشري ومخبري نحن الهدف هنا أنه يكون فيه لقاء متواصل مع هذه الفرق التي تشتغل في الميدان نعرف منها إيش الظروف التي تواقهها في الميدان وإيش المشاكل التي تواقهها وبنفس الوقت نعطيها التوصيات وكيفية ضبط البيانات بالطرق التي نريدها عدد كبير من الأطباء من مختلف المحافظات اليمنية شاركوا في تلك البدايات ليخرجوا بتوصيات ودليل تدريبي للعملين بالمجال الصحي وتنظيم ورش عمل أخرى للفرق الثابتة في المديريات المستهدفة لغرض توضيح آلية الترصد الوبائي ونقل العينات والبيانات بالطرق العلمية الصحيحة لا زال مشروع مكافحة حمضنك في بدايته وهو مستمر ولديه العديد من المناشط والحملات في الأيام القليلة القادمة برنامج تدريبي صيفي يستهدف الطلاب المبتعثين إلى الجامعات السعودية دشنا مطلع هذا الأسبوع في مدينة المكلة عن هذا البرنامج نتابع التقرير التالي خلال الإجازات الدراسية يتوافد الطلاب الحضارم الدارسون في الجامعات السعودية إلى حضر موت لقضاء الإجازة بين أهلهم وذويهم استغلالا لمثل هذه الإجازات وحتى يستفيد الطلاب نظم برنامج للتدريب الصيفي لهم من قبل مؤسسة حضر موت للتنمية البشرية في مجال تقنية المعلومات وإدارة الأنظمة والشبكات بمعهد حضر موت لتقنية المعلومات بتمويل من الشيخ المهندس عبدالله أحمد بقشان هذا المعهد HIT أو معهد حضر موت لتقنية المعلومات يؤدي رسالة كبيرة جداً في مجال تأهيل الطلاب في كثير من المهارات فهما الآن طلاب بعض الجامعات السعودية من مبتعث المؤسسة ينالون قسطاً طيباً من التدريب والتأهيل في مجال مايكروسوفت والسيسكو وهذه برامج يعني تعطي بعد أن الخراض فيها شهادة دولية معتمدة البرنامج يصب في تركين في مساقين المساق الأول هو تدريب الطلاب على دورات في مجال مايكروسوفت شبكات مايكروسوفت وهي أربع ثلاث دورات عفواً ثلاث دورات الدورة الأولى في الأكتف ديركتري الدورة الثانية في النتورك انفرستركشور الدورة الثالثة في إدارة السيرفرات سيرفر الدمستريشن هذه الدورة صراحة واجب علينا أن نستغلها حسن الاستغلال لأنها فرصة قيمة تعتبر لنا خاصة لأننا سوف ندرس في هذه الدورة في مجال الشبكات CCNA Routing and Switching CCNA Security وأيضاً في السيرفرات Windows Server 2012 R2 طلعنا على مرافق المعهد وكيف الآلية التي تكون فيها كيف اللابات والقاعات وطلعنا على سياسة المعهد في التعامل مع الطلاب وإيش اللي لنا وإيش اللي علينا الصراحة فرصة ذهبية وما بتكرر ومعهد مش متصورين أنه بيكون المعهد بهذه الجهزية العالية للتدريب وهذه اللابات يعني مجهز من وإلى بكافة الدورات ودورات جميلة جداً ومعثمدة دولياً في المسيس اي والسيس اي من شركات عالمية جداً البرنامج التدريبي سيستمر لمدة شهرين سيتلقى خلاله الطلاب دورات في مجال الشبكات وأمنها وإدارة الأنظمة وسيخضعون لدورات مكثفة في برنامج مايكروسوفت وسيسكو مما يؤهلهم للحصول على شهادة دولية معتمدة المعالم الحضارية لمملكة حضر موت القديمة ندوة علمية أقيمت بالمكلة وقدمت خلالها أوراق بحثية متعددة فلنتابع المعالم التاريخية لمملكة حضر موت القديمة كانت حضرة في ندوة علمية أقامها مركز حضر موت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر طبعا هذه الندوة تحت المكانة خاصة جدا لأن الأول مرة في ندوة في حضر موت وفي المكلة أتحدث عن التاريخ القديم لحضر موت وطبعا هذه المشاركة طبعا في هذه الندوة من جامعة عدن ومن جامعة حضر موت ومن أيضا بعض المراكز البحثية في وادي حضر موت وبعض الشباب الباحث الواعد من طلبة من حملة الماجستير الندوة هي تخصصية ليس فقط مملكة حضر موت القديمة ولكن أخذت ملمح معين وهو الجانب الحضاري الاعتبار أنه إن شاء الله في المستقبل وفي إطار أيضا الاهتمام بالتاريخ القديم يمكن أن نتحدث عن الجوانب فقط الاقتصادية أو الجوانب مثلا الحربية أو فقط الجوانب المعمارية أو المدن أوراق متنوعة قدمت خلال الفعالية من قبل باحثين ومديرين لمراكز بحثية ومتخصصين في التراث والآثار والمتاحف والمخطوطات وأساتذات جامعيين في التاريخ أنا أعتقد هذا المركز بقدم نموذج جيد يحتزى به في دراسة وتوسيق التاريخ السياسي والثقافي والديني وممكن تنبع منه أشياء كثيرة هذه المناسبات أنا أفتكر جيدة في أنها تحفز الباحثين خاصة من جيل الشباب أنهم يتابعوا ومواصلوا في دراسة التاريخ القديم بأشكال مختلفة مشارك بورقة بعنوان المدن والأماكن الحضرامية في نقشي إرياني 31 و32 القرن الثالث الميلادي القرن الرابع الميلادي في هذه الورقة استعرضت عدد من المدن والمستوطنات والمواقع الموجودة في وادي حضراموت والتي ذكرت في هذين النقشين وهما نقشي إرياني 31 وكذلك 32 فعاليات تصب في خدمة حضراموت والحفاظ على تاريخها وتقديمه بصورة تليق بها مكانة وأرضا وإنسانا وتسلط الضوء على الجوانب الحضارية لحضراموت وتشجع البحث التاريخي في مختلف المجالات مدينة الشحر والحامي تستعدان لإقامة مهرجان خاص بموسم البلد السياحي في حين تغيب هذه التحضيرات عن عاصمة حضراموت مدينة المكلة إلى التقرير موسم مهرجان البلد التي تتميز به حضراموت دون غيرها يطل هذا العام وحضراموت قد تحقق لها قدر كبير من الاستقرار والطمأنينة ويحتفي به الحضارمة على طريقتهم منذ القدم من خلال الاغتسال الجماعي أو الفردي في البحر ليتطور في السنوات الأخيرة إلى مهرجان سياحي كبير تنشط الحركة الاقتصادية خلاله ويستقطب الزوار من داخل وخارج البلاد وفي العام المنصر معاقب تحرير مدينة المكلة ومختلف مدن الساحل الحضرامي أقيمت فعاليات متعددة تزامنا مع هذا الموسم في مدينة المكلة برعاية السلطة المحلية في المحافظة للتأكيد على تعافي حضراموت من آثار الحرب وسيطرة الجماعات المسلحة حتى اللحظة لا تحركات ملموسة من قبل السلطة المحلية في مدينة المكلة لإقامة المهرجان كما هو الحال في العام المنصرم والأعوام التي سبقت الحرب والأزمة التي شهدتها البلاد غير أن هناك استعدادات تجري هذه الأيام في مدينتي الشحر والحامي فهل سنرى تحركا عاجلا في عاصمة حضراموت مشاهدين بهذا التقرير نصلوا إياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات حضراموت في أسبوع حتى الملتقى في الأسبوع القادم دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته إلى اللقاء